اشتركوا في القناة هل الاستفادة ستكون على دفعة واحدة أم عبر مراحل وكم بلغ عدد الذين تم إسقاطهم من الاستفادة وبأية مبررة تفضل شكرا ولن اسمح لي أن أحيي كل مستمعين المستمعات عبر أثير القناة الأولى الإذاعة الوطنية وكذلك خلالكم كل عمال وعاملات الوكالة الوطنية التشغيل بعد جهد وكد في شهر تاريخي من انطلاق هذه المنحة التي أقرها سيد الرئيس الجمهورية والتي ارتأت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من خلال تعليمات سيد الوزير وتنفيذاً لتعليمات سيد الرئيس الجمهورية من خلال استحداث نظام مراقبة فعال على البطاقة الوطنية للبطالين لطالبي شغل المتدئين من أجل استفادة شفافة وصحيحة ونحن اليوم على يوم مقربة يوم من صب هذه المنحة والتي تم تسيرها ولأول مرة عبر منصة رقمية تم ربطها مع مختلف القطاعات لضمان هذه الشفافية والسير الحسن لها أولاً تم ربط هذه المنصة الرقمية مع قطاع الداخلية والجماعات المحلية بما يعرف ديتا سيفي الحالة المدنية بطاقة الحالة المدنية وكذلك مختلف في السناديق لماذا مختلف في السناديق؟ للتأكد من أن المعنيين هم طالبي عمل طالبي شغل مبتدئين وبطريقة آلية ومن خلال إجراءات إدارية تم تخفيفها يعني إلى أقصى حد وبمرافقة الوزارة الأولى من خلال معاينة هذه المنصة والتي الحمد لله بعد هذا الابتداء من طلاقها من يوم 25 فبري إلى يومنا تم تسجيل أولي لأكثر من مليون وثمانين ألف معني بالعملية تم تحديد موعد لمليون أكثر من مليون معني والتي سمحت باتخاذ إجراءات نهائية تتعلق بأكثر من 500 ألف كما تم تطرق له من قبل مع سيد الوزير ليستلموا شهادات الاستفادة ولا سمحت يعني نعطي يعني حتى كيف تمت العملية أو تتم لأنه هي مازالت متواصلة وبصفة مستمرة نعم هذا نحب أن أكدها أن العملية راه مستمرة وكل طالب شغل مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب علم مبتدئ هو معني بهذا الإجراء وبهذه المنحة ويعني كل شهر سيكون فيه يعني معالجة لكل هذه الطلبات أولا المنصة الرقمية اللي هي www.minha.anam.dz تم تبسيطها يعني وتطويرها من طرف مهندسي الوكالة الوطنية التشغيل بإشراف إطارات الوزارة ومدرية العصرنة بالوزارة والمدرية العامة للتشغيل والإدماج واللي يطلب منها فقط إدراج رقم التسجيل طالب الشغل لأنه كل طالب شغل هو ملزم أنه يسجل بالوكالة الوطنية وتشغيل تكون له شهادة تسجيل طالب عمل وهذه الشهادة يعني مدون عليها رقم تسجيل وطني يكفي أنه يدرج هذا الرقم التسجيل زائد الرقم البيومتري النين التعريفي الوطني أو بطاقة التعريف في حالة عدم وجود هذا التعريف فقط مباشرة لما المعني يدرج المعلومتين تقوم المنصة بطريقة آلية بتخاطب آليا مع مختلف قواعد البيانات للقطاعات المعنية الداخلية الصناديق والرد على المعني هل هو آلية وآنية بأنه إما مؤمن له أو غير مؤمن له في حالة أنه مؤمن يكون معني على علم بذلك في حالة يعني يكون طالب شغل مبتدئ مباشرة يذهب إلى المرحلة الثانية وهو إدراج الحساب رقم الحساب الباردي للعلم أنه تم إمضاء اتفاقية بين الوكالة الوطنية للتشغيل وبارد الجزائر يسمح لكل من ليس له رقم حساب باردي جاري ذهب إلى مكتب باردي وفقط إداع نسخة من بطاق تسجيل يكون له رقم في الحين رقم باردي حساب باردي جاري في الحين تفضل وكمرحلة آخيرة يكون له الحق والحرية لاختيار موعد ضمن المنصة مباشرة بعدها يعني يتم استخراج وثيقتين وثيقة تعهد بأنه ليس له دخل ومجموعة من الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 2270 وكذلك وثيقة الموعد في حالة زبوت العكس أو وجود تحايل سيد محمد شريف بودياف كيف يكون تصرف هذا من جهة ومن جهة أخرى أشير فقط أنه وزارة العمل أو قطاع العمل والتشغيل الضمن الاجتماعي قطع أشوات كبيرة حقا في مجال الرقمنا كانوا من القطاعات السباقة في هذا المجال الآن العملية تتم بصفة دورية بتحيين أيضا يبقى مستور بصفة آلية منذ تاريخ 25 فيفري تم افتتاح المنصة إلى غاية 28 مارس سيتم صب هذه المنحة في هذا التاريخ هناك بعض المعطيات قد تتغير بالنسبة للمستفيدين قد يكون قد تحصل على منصب عمر خلال هذه الفترة هل سيستفيد من المنحة أو لا؟ بطبيعة الحال المنصة تطبق شففية تامة وصرامة تامة في ما يخص في أحقية الاستفادة من المنحة ولهذا في كل مرحلة إلى آخر يوم قبل صب المنحة يتم مراقبة آنية وآلية للمعنيين من عدم انتسابهم لأحد الصناديق إما كأجير أو كغير أجير كصاحب نشاط اقتصادي مربح للتذكير فقط أن المنحة هي أقرها سيد الرئيس جمهورية لصون كرامة المواطنين وطالبية الشغل إلى حين إدماجهم النهائي في مناصب عمل تتوافق ومؤهلتهم لأن ما نصب إليه وتصبو إليه الحكومة هو خلق النشاط وخلق مناصب عمل أنتم تعرفوا أن الجائحة جائحة كوفيد لسنوات الأخيرة منذ 2020 إلى غاية اليوم وأنا طلعت البارح فقط على الإحصائية الأخيرة للمكتب العمل الدولي والتي أثرت على كل اقتصادية العالم ثبتت ويعني فيه نقص كبير في النشاط الاقتصادي الدولي والعالمي مما أثرت سلبا على خلق مناصب عمل وجاءت هذه المنحة في وقت مناسب لصون كرامة طالبي الشغل لحين أنه يلقى منصب عمل بالنسبة للذين تم إسقاطهم سيد شرف الدين بودياف ما هي المعطيات أو ما هي المستند الذي تم بناء عليه إسقاطهم من هذه المنحة حقهم من الاستفادة ذا؟ في الحقيقة هم غير مؤهلين بالاستفادة منصوص عليهم في المرسوم التنفيذي أولا من له دخل أي من كان ثانيا لم يثبت وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية ولاحظنا أن المنصة أعطت أرقام في هذا الجنب هذا أنه فيه بعض الشباب لم يتم لم يسوي وضعيته إزاء الخدمة الوطنية وهذه فرصة يعني بش يسويوها وما زالك الأبواب مفتوحة والعملية مستمرة يمكنهم أنه بعد التسوية يطلبوا موعد ويستفادوا من المنحة كذلك فيه كذلك الأزواج من الجنسين يعني ذكرهم أنثى لما يكون أحد الزوجين يعمل معناه فيه دخل للعائلة لا تستفيد يعني إما الرجل أو المرأة حسب الحالة من المنحة يعني هذا تقريبا يعني اللي تم إسقاطهم في أمامة لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها قانونا في الاستفادة من المنحة المنصة التي أسقطتهم وليسا لا دي تفكير فقط أنه إن شاء الله غدا صب المنحة اللي هي 13 ألف دينار جزائري لكن فيه جانب هام جدا وهي التغطية الاجتماعية اللي تتكفل بهالدولة ومن ناحية المرض يعني اللي المستفيد من المنحة له الأحقية في بطاقة شفاء تسمح له هو مكسب عظيم يعني بتغطية اجتماعية من ناحية المرض والعلاج ويمكنه يستفادا بتغطية شفاء لتعويض عن الدواء والله شراء الدواء مثل ومثل كل مؤمن لهم يعني في الضمان الاجتماعي نعم سيد محمد شرف دين بوضياف هل له نحل البيانات المتوفرة الآن على مستوى المنصة الرقمية المستحدثة هل يمكن اعتمادها كمؤشرة عن نسبة البطالة في بلادنا هي يمكن ان تسهم يمكن ان تسهم لانه الديوان الوطني للإحصاء هو تقريبا الهيئة اللي دائما تقوم بدراسة حول نسبة البطالة وتعطي مؤشرات يعني لأنه فيه عدة عوامل لتتعلق بحساب نسبة البطالة تعرفوا ان الجزائر من بين البلدان اللي تحتارم المعاهدات واتفاقية دولية وحتى المكتب الوطني الإحصائي يعتمد على التعريف يعني مكتب العمل الدولي فيما يخص حساب مؤشرات بطالة ولكن يمكن نعطيك مثلا بعض المؤشرات أنه من خلال المنصة منتم يعني قبولهم تقريبا ربعة وربعين من المعنيين أو اثنين وربعين من المعنيين ليس لهم مؤهل ستة وثلاثين في المئة جامعيين وعشرين في المئة لهم شهادة تكوين ومعهد تكوين مهني هذا يعطي يعني يمكن كتحليل أولي أنه السبيل الوحيد لمحاربة البطالة هو التكوين خاصة أنه خرجي معاهد تكوين والتعليم مهنيين لهم قابلية التشغيل أكثر في سوق العمل ولهذا من ذمن إجراءات منصوص عليها في منحة البطالة أنه فيه اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم مهنيين تنص على أنه المعنيين بالمنحة الوكال الوطنية في أي لحظة يمكن أنه توجههم لمركز التكوين لاستفادة من تكوينات تؤهلهم ويعني تزيد لهم من قابلية التشغيل وفق تخصصات تعرف عجز في سوق العمل تعرفوا أنه وزارة العمل تشغيله ضمن اجتماعي ليست هي من تخلق مناصب العمل ولكن تعمل على ضبط سوق العمل المساهمة في ضبط سوق العمل من خلال عديد من المؤشرات وننتهج مقاربة هي تتعلق أساسا بتوافق التكوين مع التشغيل ومن خلال التنسيق بين مختلف القطاعات والاستغلال كل المنصات الرقمية والقواعد البيانات الموجودة على مستوى قطاعنا اللي تعرفوا أنه انتهجنا سياسة يعني تطوير المرفق العمومي في هذا الجانب يسمح بتوجيه طالبي الشغل بصفة عامة وأصحاب المنحة لمركز التكوين لتدعيمهم من جانب التكوين تكييفهم مع متطلبات سوق العمل وهو نفس الأمر حتى بالنسبة لبعض الحاصلين على شهادة الجامعية ولكن تخصصاتهم لا تستقطع بها سوق العمل سيد محمد شرفتين بوديار بطبيعة الحال أنه لاحظنا كذلك أنه كثير من أصحاب الشهادات الجامعية في تخصصات يمكن أنه خاصة غير تقنية يعني يرجعون إلى تكوين تكميلي على مستوى مركز التكوين المهني وسمحت لهم يعني بولوج عالم الشغل والظفر بمنصب عمل وهو ما معمول به في كل بلدان العالم خاصة يعني تحويل تخصص بما يتوافق ومتطلبات سوق الشغل ويسمح لهم بظفر بمنصب عمل سيد محمد شرفتين بوديار بموديار العام لإدماج والتشغيل ووزارة العمل والتشغيل والضمن الاجتماعي وذكر فقط مستمعين أنه وضيفي الآن وزير العمل والتشغيل والضمن الاجتماعي سيد يوسف شرفة كان قد كشف خلال أسبوع الماضي عن تنصيب لجنة وطنية لدراسة ملف الإدماج هل انطلق العمل وكيف ستتم معالجة الملفات وما هي الإحصائية المتوفرة بشأن هذه الفئة أولا هنا فقط للتوضيح للمستمعين المستمعات أنه يتعلق بجهاز نشاط الإدماج الاجتماعي لديس لأنه جهاز المساعدة على الإدماج المهني اللجنة منصبة وتعمل بوطرة جد مساعدة لأنه سيد وزير العمل وتشغيل الضمن الاجتماعي مؤخرا أزدى تعليمات أنه تكون فيه اجتماعات كل 15 يوم المعنيين بجهاز المساعدة على الإدماج المهني الآن نتكلم على جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي اللي دايس واللي المعنيين بهذا الجهاز اللي تقريبا حوالي 181 ألف معني إلى غاية 31-12-2021 خاصة هم التواجدون في قطاعين وأكثر يعني على مستوى قطاع الداخلية وجماعة المحلية ما يعرف بعمل البلديات على مستوى المطعم المدرسية النظافة هؤلاء يعني الموجودون اللي نشوفوهم الشرفاء كل يوم على أرصفة يقومون بالتنظيف مع أبنائنا في تقديم الوجبات الهذائية على مستوى المدارس الابتدائية وعلى مختلف مصالح قطاع الداخلية وجماعة المحلية وكذلك على مستوى قطاع التربية تم تنصيب اللجنة الوطنية وكذلك تنصيب اللجانة الولائية التي يترأسها السدى الولت عبر ربوع الوطن هذه بش نأكدها والمرسوم التنفيذي تم صدوره في نفس يوم صدور المنحة البطرة المعنيين تقريباً كانوا يعرفون فيما قبل شبكة اجتماعية شبكة أو تعويض عن نشاط ذات المنفع العامة ليه يجي أو ما يعرف شبكة اجتماعية وينص المرسوم على أنه تحول عقودهم إلى عقود غير محددة المدة تسمح لهم بمضاعفة وجورهم والاستفادة من تغطية اجتماعية تحتسب فيها التقاعد لأنه فيما قبل كجهاز التقاعد كان مؤمن لهم اجتماعيين دون احتسب تقاعد أما الآن بعد ما يتحولوا إلى هذه العقود وبباشرة بعد تحويلهم ضمن العقود الجديدة ستحتسب سنوات التقاعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر